اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة باتريك اليوم لأنه مثل ما قلنا سارة فالونتان تام فالونتان شو رح تخبرنا؟ في كتير نجمات احيو حفلات عيد الحب في منهم احيو حفلات زواج مثل سيرين عبدالنور اللي كانت متواجدة بالاردن ولكن منعتبرها اطلالة عيد الحب واكيد شيرين عبدالوهاب عاملة كومباك كتير قوي ببرنامج الدوم اللي هو برنامج مواهب بسكنها شوي بستار اكاديمي بقياما وكاتهية بالافتتاح كمان رح نحكي عن اطلالة تتخيل السن فالونتان بدون لون احمر؟ لا صراحة تتخيل انه مثلا لابد شي غير احمر بالفالونتان؟ صراحة كتير كان سنة فالونتان اكتر سنة مخيبة للامال بالنسبة للازياء لانه اغلبتهم راحوا على الوان او النيود او اسود غريب السنة غريب وبتحس الفنانات او النجمات ما بقى عم يعملوا مجهود ما بحظ انت كمان بتحسي هاشي لو انت كمان متابعة سحر تحسي ما بقى اللون جلادي ما بقى عم يعملوا مجهود خاصة بالإيفانتس يعني لو نهار عادي او حفلة عادية منقول بس بي إيفانت بلا مجهود كان شحطة يعني الفانز مزعوجين من هيدا يمكن بتعرف انا فصرة يمكن مش انه مقلون جلادي بس يمكن عكترة اطلاليتهم كمان بسهو بس اجت مع بعضا يعني اجت مع بعضا كلهم يعني مش انه حدا او اتنين بتلاقي خمس نجمات صف اول انه يعني نجوة كرم ما تعمل افور بإطلال هلا حنشوف منبلش معها شمس الغنية خلينا نبلش مع شمس الغنية اللبنانية نجوة كرم واكيد نحن صليت الضوء على كل الستاراتيا اللي منحبهم ومنعزهم ومنحب نعرف شو لبسو بي فالونتان هلا عم نشوف شمس الغنية نجوة كرم بفستان كلاسيكة اسود مثل العادة شكل الجسم رائع رائع اكتر من رائع والسامفليسيتي طبعا الفستان فارضة حالا it's very elegant هيدا الفستان توقيع نور فتح الله اللي انا بالنسبة للي من الابرز حاليا على الساحة الفنية كمصممت ازياب كنود جينيريشن عم تعمل موديليات كتير سامفل بس ما فيني كمان نكذب على المشاهدين وقال لهم واو شو هالفستان او واو نجوة كرم شو عام ليه خلينا نقول لي لحلك لي هيدا الفستان اذا مش مئة مرة لبسته نجوة كرم يعني فيني اقول اكتر من مئة مرة كبادي شيب يعني انا اذا بقشع عم نبعيد بقشع فستان ميرميد لبسته نجوة كرم فوق المئة مرة اذا مش اكتر وكل سنة بيتكرر معه اكتر من مرة كنت بفضل هالاطلالة تتركها لغير افنت لان اكيد اطلالة حلوة كنت بفضل زيد مجوهرات يكون في شي تغيير بالشعر بالميك اوب بركي هون اذا لهيك فستان يكون يعني 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 بس نقول statement يكون المجوهرات او الشوز الاشوز ما في مجالة بينه لانه ميرميد طي طول بس يكون فستان حرية بده يكون بالارض طي يمش ولكن وين المجوهرات وين الاكساسوريز وين ما في شي بقلنا انه واو شو عام لنجوة كرم خاصة بس تجي من حدا هالقد فاشونيست هالقد بيصير العطب على قد هالفنان ادي عطانا قبل طيب سؤال ما فينا نطلع نحن كستاريت عم قول بالنسبة مثلا لشمس الغينية نجوة كرم ما فيها شي مرة تطلع على الاتساب ما بيحق الا ان تطلع بدون مجوهر تطلع ساب هي دايما عم بتكون ساب بس بهيك حفلة دايما منتوقع اكتر خاصة انه هي موجودة هلأ ببهامس ستارزون بورد يعني بيبقى في ناس ناطرين اطلالة هيك اطلالة بنا ننتبه انه اليوم لو هي حفلة عادية او رايحة تشارك بحفل زفاف بقبل هالاطلالة لان بتكون هي عم تمحي حالة قدام العروس تا ما تكون اوفر ولكن حفلة هي ملكة عليها هي دايما ملكة وين ما تواجدت ولكن بحفلة العالم ناطرينة وبإضاءة بصالة مش هلأت فيها إضاءة لا بدنا لون بدنا لون بدنا على القليلة touch of red يعني ممكن تكون مثلا لبسي كله أسود مع روج مجوهرات الربي يعني هالربي شو بقولوا بالحجر الأحمر يعني الحجر الأحمر صح عرفتوا أي حجر الأحمر يعني فيكون الماز مع حجر أحمر أو أحمر مع أخضر كان كتير بيطلع حلو لهك اطلالة كان بدأ اطلالة بيهت اطلالة بورينج بس ما بنكر ان الفستان خياطته موديله كتير حلو لا شمس الغنينة جوا كرم ما انه أبدا شي جديد ما نتابع؟ رح نتابع مع نجمة شيرين وعودة قوية ببرنامج الدوم مثل ما شفنا شيرين بلشوا يطولوا شوي شعراته وفي كثير ناس بعضهم معترضين على قصة الشعر علما أنه أنا بلاقي هويتها الحقيقية والأصلية هي بالشعر الأصير يمكن لازم نبلش بالفيديو تعلق هي كان عندها اطلالتين هيدا الشورت درس لكله عليه أحجار كله من فوق لتحت أحجار وهو فسطان تحت الركبة بشوي وهيدا الفسطان صحر ما بيلبق لطول شيرين هلأ منشوف إذا بدك بالفيديو ومنرجع منعلق على كل شي قطع مع شيرين تشرح أكتر بشكل موسع عم نشوفها بهالفسطان نشوف أنه الطول أبدا مش مناسب وتكون فيه أميس أو فسطان هلقد عليه حجار كمان بيضيع شكل الجسم وبيصير عم عرض يعني عم بعرض السيدة اللي عم تلبسه وهيك نو فسطان بده حدا أنحف وأطول أطول 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 يعني يعني مش أطول عادة أطول كمان رغم أدا جسمه حلو ولكن الأحجار العريضة وتكون مدروزة وينما كان بتعرض صح هلأ خليني شوف التكسيد اللي لبسته فيه كمان فيديو لتكسيد اللي لبسته حبيت أنا أكتر البدل علي لما لبسته ما بعرف إذا الفيديو جاهز أنه نشوفه قبل ما أرجع شوف لكن شو مهضومة بالبدل وإدا ما طالع أحلى في الفتة الفرق وهون ذكرتنا بمين بالنجمة العالمية ليزا مينالي بفيلم كاباغي لأنه هي من أكتر الناس اللي انشهرت بقصة البدلة وبهذا الفيلم اللي الكتير مشهور وكلنا منعرفه فيلم استعراضي وحتى ليزا مينالي انشهرت بقصة شعر الأصير وبالنسبة للشعر أنا ما عدي أي اعتراض على شعر الأصير لأنه بحس شرين لازم تضلى أكيد أطول شوي أقصر شوي غرة طويلة مش غلط ولكن هيدا هويتها ولازم تضلى عليها أكتر من الشعر الطويل ما بحب أبدا عليها الشعر الطويل أف هيا على بعرف أنت ما بتحب الشعر الأصير ولكن لازم هون نقول للمشاهدين فيه أشخاص بيلبق لهم هويتهم الشعر الأصير مثل شرين بيبين وجه أوضح عناية بيبينه أجمل وبيعطيها هوية وخاصة أن أصيرة بيمشئة أكتر هلأ ليش ما كان بدأ أحكي عن الأميس هلأ تفرجيكم أدي على الموديل طالة أحلى ولأن الموديل ممشوء ولأنه أضعف لأنه صراحة صراحة هيدا قطعة من أجمل قطعة اللي عملها جورجة حبيقة مش كل شي حلو بيزبط على الفنانين صحيح ورح فرجيكم بهالصورة لكي شو حلو الفستان هل هو نفس الشي مثل ما شفناه عشرين لكي الطول قديش بيغير بالقطعة كل قطعة إلى الجسم المناسب ومن أجمل القطعة أنا قلت حرام أنه حرام أنه هالقطعة راحت لشيرين لازم تكون لغير أنواع الجسم رح ننتقل مع النجمين أولي الزغبة اللي كمان أطلت بهالفستان للنيود كتير عم تلبس النيود نوال الزغبة مؤخرا ودهبة وروز جود وكله وراء بعض أكي أطلالة مرتبة حلوة ولكن يا هل ترى من أجمل أطلالتها أكيد لا خاصة على عيد الحب مثل ما أننا بنطلب أنه يكون فيه أفور أكبر الشوز ما بيقطع ولا بأي شكل رح فرجيكم الشوز رجعنا كررنا غلطة الشوز ولكن هالمرة بلونين لون الكامل مع لون الباج أو لون البرونز مع لون الباج أبدا هيدا يعني كمان إذا فينا نضال باتريك نعمل زوم على الصور لأنه عم نشوف مظبوط بس نعمل زوم القطعة عندك مشكلة بالموديل ولا باللون بالموديل وباللون وبتنين سوا صح برأيك كيف لازم يكون هيدا هيدا الفستان بده سكربين نعمة ستيلتو عادة أو نعمة أو صندال سوبر نعم بلا لسيات وبلا موديل ولون واحد أكيد وما يكون شوز في موديلين أو لونين لأنه هذا فستان لك تطلع لك دافي شغل لك دافي شكل وفوق الشكل عندك فرنجز خلينا نشوف الفيديو رح يكون واضح عادة أنه الميك أب كارثة يعني هالتفتيح هالتان فاتح اللي دايما نحن منلوم عليه لنوال الزوبة كان مرأة فترة رجعت زبطت قصة الميك أب بس سبحان الله فيه أوقات سيدات عنده نعناد على قصص معينة ما بيظهروا منا وبتوقعون بالخطأ طيب إذا كان الفستان هو زيته بس روج هالتين عادة أفا أحلى أكيد أحلى أكيد أجمل مع زيت الميك أب أكيد لا 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 الميك أب ما بيقطع التان فاتح ما خصت عنها غلط بالميك أب تان فاتح لكي بتطلع بالوجه بتلاقي فيه بقحة بيضة بالنص ما بتقطع أبدا ولا بأي شكل لكي جسم أدي برونزة يعني هي منة بيضة يعني لكي الفرق طلع بالوجه وبالجسم فيه فرق كتير كبير فستان باهت أنا فيين أقول عنه فستان باهت وهيدا الفستان بيطلع أخلى على حدا تاني يعني هيدا فستان بعطيه أنا إذا بدي غير بعطيه لمايا ديب لمايا لأنه مايا كمان عم نشوفها بكل شيء استعراضي خلينا نشوفها نرجع نشوفها بالإطلالات الأليجنت بيطلع عليها أجمل أكيد خلينا ننتقل لهالإطلالة اللي عشقتها لنوال الزغبة تما يفكرون أنه أنا ضدها ولكن إدي طلع أجمل لهالإطلالة عشقتها 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 هالإطلالة من يعني هاتو أول شيء هالفستان هي أطلت فيه بحفلة نجوة كرام حضرتها لنجوة وطلت على ستيج وكتير ذكرتنا هالإطلالة بأحدى البرفومنس اللي عملتها جيلو من تقريبا أكتر من بسوبر بول يمكن أكتر من 15 سنة نفس الستيل فستان أبي عالية بس لبسته وقتها مع بوطس عالين طلع ماشي طلع تنيجر فينا نقربها شوي تكرم معيني كليك شعراتها ماشي حلوين بس النوال الزغبة من الناس اللي بيلبع لها شعر الطويل هويتها بشعر الطويل والفي فوليوم بس كمان الميك أب دايما عم بيكون فاتح وهي أطلالة فيكن تتعلموا منها وقصر الفستان مسموحة إلى سحر تلبس بوتين للكاحل علما أنه عادة للقصر ما بننصح كتير أن يلبسوا بوتين للكاحل أو شوز للكاحل ولكن لأنه في مدى والفستان أصير 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 بس منه مبتزل لأنه مسكر كله صحيح أطلالة أكتر من رائعة عن جد واو حتى محلية كتير نوال لك شو حلوة بهذه الصورة حتى لون الحمراء مع لون الأشار وبس دماج بس لطن تنسيق الكلاتش الفستان بكل تفاصيله كدير حلو هلأ رح ننتقل للنجمة يارا كمان بفستان أنا بعتبره لون الكحلي لون كائب لون كائب من الفستان إذا بدك هذا بعطيه لأم عروس أم عريس أم عروس أو أم عريس ما طيقة تروحها العرس عبالة تلبس لون الكحلي ديغرب حولها الفستان داب راستا يا زالمي داب راستا لأنه بالفعل أنه عم بتفاجأ من تراجع النجمات اللبنانيات وهذا الشيء كتير عم بيزعجني عم بيحس بقلبي وتشوف نجمات العرب عم بيتقدموا أشواط وتشوف ناس منبع منبع الزوء وعلمتوا النجمات العربيات كيف يلبسوا نحن كتير عم نتراجع هذا الشيء كتير عم بيزعجني بين هلين هل اللون الكحلي بتعتقد أنت لون ختياري يعني نحن بيقولوا البنة الرمادة بتعودوا عنهم لأنه ختياري البنة الرمادة برؤية العراسي وعيني وقتا يكون فيه شك وقتا يكون فيه قطعة ألماز قوية وقتا يكون فيه موديل بس وقتا شوف أنا هيك فستان ماش من فوق لتحت أنه فسري لي شو شو معقول معقول قول عن هيك فستان أنه واو شو حلو بتكذب على المشاهدين هل معقولة الإضاءة مش مساعدة لا 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 بالعكس بهذه الصورة طالة أحلى رح فرجيك بالحفلة كيف كان لك تفضل يعني يعني بالعكس هي عملت فوتوشوت فوتوشوت عطيقية بالعكس بدن هنة هون زبيان سعد المصور اللي بيشتغل على الصور بيشتغل على الفوتوشوب بس يعني طيب إذا حطت له مثلا مجاورات خيالي هو زيته لون أحمر إذا كنت له أجمل هو الألوان أصلا قصة الستان كتير شي دقيق كتير دقيق هلا ما أقول أنه الفستان كارثة لا بس لبست دلينا نشوفها على يهر عم تلبس عم تلبس شك 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 لخشي قرفنا الشك طيب كمان هلقات سامبل وأنكولاغ إنو داق سانسافور لفقاها لنقاها كمان ما بيصير علما أنه الحركة المعمولة على الظهر حلوة بس مش جايب المحلة كمان يعني مش كل شي أنه نحن عملنا حركة على الظهر أنه يا لطيف أنه ضبطت معنا دينة جامعة لبست بجوي أوردز بس جايب المحلة عرفت بس مش كل شي فرنجز هلق صار درج أنه يلا منحط من كب شرشيب من كب أحجار لا طيب لو زيت الفستان حطت له كوليه لو وانيت ولا ما بيحمل كمان هيدا فستان بعتقد بده حلق بعد أكبر 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 هي حطت له كوليه يحو رح فرجيك ولكن قد ما هو ممحي قد ما اللون أوي كحلي أوي ما قدرنا نشوف لأنه كمان المجوهرات مش محطوطين أنفالور يعني برجع بقلك غلط يارا أنه تنسي كافية أول حلق كتير وهيدا الفستان بده حلق أوي مش غلط وحلق يكون مشبع بالأحجار تنحس تنكسر لون الكح آه بعدين كتير كائب كائبة أوكي نوافر خلينا ننتقل على إليسا إليسا سمعت الكلمة صحة تتذكر وقت كنت معك وقلت لك لبسة الفستان بعقد من إليسا ولكن خبطه بالعبية وقلنا حرام تروحه دعان لازم ترجع تلسو هذا الحديث من جمعتين صح رجعت لبسة الفستان وبرافو أنا عملت هيك هلأ ما عنا صور واضحة للأسف عم بتكون مكلة بالصور عم نقدر نلقى صور من الفانس فستان كتير حلو كتير مرتب اللون الأبيض عم بيكون كتير طاغي خاصة أبيض والفضة عم بيكون كتير حلوين خلينا خلينا نشوف فيديو قبل ما انتقل لنجمة هيفا وهبة آه هيدا هو الفستان شو حلو وعلى جسمه طالح حلو والأي لاين ليفا زي بيخبيه لكل الشوائب صح هلأ هوني مبين لونه مزبوط بس لما فررتنا هي بصور جي على أكروب صورة مش واضحة صورة مش واضحة هو أبيض مع فضة وسبع وفرجتكن انه جاي له لبسة نسخة منه على جامب سوت صح وفرجتكن الفستان على الموضل قديت على حلو كمان على الموضل دايما بيطلع أجمل على الموضل بيكونوا طوال مدعف كتير خاصة أكيد خاليا ننتقل للنجمة هيفا وحبة سريعا هيفا ما كان عندها حفلة ولكن عملت فوتوشوت وحلو لما النجم يسخة على الفوتوشوت مثل ما شايفين هيدا كله ديكور هيدا مش فوتوشوب كله ديكور نعمل خصيصا لتكون هيفا عم تعيد محبينا بفوتوشوت مشغول خاص لعيد الحب أنا بحب الفنان اللي بيسخة ولكن طللتها شو مهضومة ورح نشوفها بتاني صورة أدي كمان لبسة الفسطان الأحمر وكل يوم عم بتنزل فسطان كل يوم عم بتنزل فسطان بدي هني أكيد المصور شاربي المسلم اللي اشتغل مع هيدا الكونسبت لأنه أنا برجع بقلك ما عندها حفلة ما بخلط على فان زيتا لأ راحت وعملت فوتوشوت وبليفت أرنات الفانز بينطروا نجمتهم تيشوفوا لو بأداء التفاصيل عارفة شي لأنه بيرسلوني وبيحكوا معي بصيروا بيبعطولي اداحلوا مثلا هيفا شو عاملة هيدا الشي بيكون كدولة لهم هلا يمكن في ناس عم بيسمعوني يعتبروا حديث سخيف ولكن في كتير فانزات بينطروا النجم شو عامل كرمال يوم بسطب هيدا الشي بيعطيهم فرح وبهجة أنا باسم الفانزات بدي أتشكر هيفا وهبة فينا بس نقرب شوي على الفسطان الأحمر أول فسطان بدي أقول أنه جورش شقرة هو كيب مع فسطان أصير وهيدا الفسطان جامي معلوف والفسطانين كتير حلوين وكل واحد ما بيشبهها التاني والحلو أنه هيفا ولما تروح كتير أصير أو لما تعمل شي عن جد استعراضي بتحطه بخانة الفوتوشوت هيدا زكا عندي ولا مرة بتعمل شي بحفلاتها مع أنه بيلبق له أنه أوفر أو مبتزل يعني هيدا شغلة كتير دقيقة بالفوتوشوت عمل البدك بس مش نفس القطعة فيك التلبسية بالفوتوشوت وعلى المسرح خاصة إذا فيها كتير بهرجة أو أصير أو 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 فهموا المشاهدين عن شعبكي هون اسم الله هيفا كلمة إلا رويلة بتتحلى بتحلى نوصل عندي النجمة مايا دياب اللي أطلت بجمسوت تصميم جونوي ساباجي رح بلش بالنقاط الإيجابية أوكي لأنه عندي كتير مأخذ على النجمة مايا دياب أول شي فكرة البترفلايس الأسود مع الأحمر كتير حبيتها ككونسبت كمشغول كقطعة أرتيستيك هون الكرادت بعطيه للمصمم جونوي ساباجي لأنه أطعه كتير أرتيستيك ما بيشبهه المصممين الباقيين اللي موجودين على الساحة عم بيتفرد وهذا الشي بذكرني أكتر بيغاليانو بنيكولا جبران بفؤاد ساركيس مع حفظ الألقاب كلهم هؤلاء النجوم اللي يعني المصممين الأزياء اللي كمان نجوم وعم بيكونوا يروحوا على النمط الاستعراضي إنما بس نشوف الفيديو رح يعرفوا المشاهدين شو مأخذة على هيدا الشمس يالا نشوف الفيديو سوا للنجمي مايا دياب يالي دايما بتفاجئ جماهيرة بإطلالات قد تعتبر للبعض إنها غريبة بس كتار بيحبوا بيحبوا الغرابة اللي فيه يعني بيقولوا نحن منحب الطل ما شفت اللي عم بيحبوا أبدا تعليقات أبدا مانا إيجابية أنا ما بحب كذب وبتمنى نشوف الفيديو كرميل قدر علق أكتر وكون أكتر خلينا نتابع بالصور بنرجع مشوف هون عم نشوف الباترفلايز أدي حلو هيدا الجامب سوت وتأكيدا على كلامة أدي حلو كفوتو شوت ولكن هيدا ما فينا نطلفي على مسرح كان خاصة من المنطق التحت صحيح هو مبطن بس مش كل شي مبطن يعني فينا نطلع فيه هيدا خارج تعمل فيه بيرفورمس مع دانسرز مع تابلو مع بهرجة لو كانت برع بحدث عالم إيه فيها بس وقت تكون أنت بمطعم أو بصالة حفلات وتطلع يعني اطلالة شوي أوفر معلش الاطلالة من فوق كتير حلوية وبرجع بإليك هيك اطلالة أحلى لفوتو شوت بس كنت بتمنى أن نشوف الفيديو هون عم ببين أكتر شو أصلي ومن ميلة ورا كان فاضح شوي يعني حتى لو لقماشي مبطني أوقات بتبين كأنه ما هي الفكرة مش إذا مبطني أو لا أوقات فيك تلبسي أصص منا مبطني وما تعرف إذا مبطني أو لا صح عرفت صحار مش موجود الفيديو إيه يلا من كافي مش ما رح نقطع الفيديو إيه من كافي هلا لكن جهد آه من كافي شي تاني من كافي أوكي هون عم نشوف نجمة رحمة رياض اللي كمان أطلت بإطلالة باللون الأحمر كمان كتير أوفرت بالجوليري يعني بركي بيخد مننا قطعتين بعطيهم لايارة بعطي شوية لنجوة كرم بقصمهم تا هيك نعطي غناء لأنه كبت كل شي في مجوهرات ورحت شوية على ستيل معلي مورو بدايمونز آت دي جورز بس فرند بالإطلالة البنك اللي كلنا منعرفها صحار ولكن هون رحت على اللون الأحمر يعني رحمة بتجرب قد ما فيها تغير بكل حلقة بعيراق آيدول ولكن هيدا الإطلالة كتير إكسترافاجنت لهيك برنامج بفوتوشوت بتقطع لو هي على مسرح كبير بتقطع ولكن جمال هالقطعة هلأ بنشوف بالفيديو كانت الفستان بحد ذاته مش السكرت لأنه هيدا اللي عم نشوفه هيدا هلأ شوفي آخر مشهد هيبين الفستان الأساسي بس بدك تركزي كتير لأنه رح يقطع سانية أوكي شفتي قطعها السريع اللي هو فستاني كراب وفوقه في هال فرو فرو سكرت أوكي شوي رحمة رياض عم يجعله منا فاشونيستا ولكن مش دائما عم تثبط معها أنا بفضله أكتر بالإطلالات السامبل مع التويست مش البورينج بس سامبل مع توست وشعرها أكيد كبرها كتير بالعمر بهالإطلالة هلا هي عم تجرب تعمل مثل برة أنه كل مرة منطلع بلوك ديفرنت عن الثان وهالشي غلط أو لازم ما أنه غلط ولكن تشبه بالغرب بكل شي ما أنه حلو العالم بعدها بتميل بالعالم العربي للأليجنس مش للغراب الغراب ما أنه مطلوبة بعالمنا العربي يعني حتى بس تشوفي شاب لابس مساء وقت سيف نبيل يعني إنسان كتير ناجح لما يلبس شي كتير أوبر لأنه بنفس البرنامج هادي كستاني لبس قصص هيك كتير أنه فاشن ما حبوا العالم وإذا بتفوت بتقري الكومنتات الناس اللي دعين بقرؤون بفضلوا كلاسيكية أليجنس غلامور مع توست صغير نحن خلص وقتنا خلص وقتنا كنبعث بعض بدي قطع ما بقعنا ولا يلا بسرعة بعض من قطع في الفيديو فيفيان امراد بتمنى فرجي لأنه من أجمل الناس اللي لبسوا على بالانتان هيده إطلال خارج بالانتان بعتقد شوفي معي أوشي الأمبريل الأسود مع الأحمر بدقوله أنه هذا الفستان تسمي يوسف الجسم المصمم العالمي ونعمل هذا الفستان كاستوم ميت لنجمة فيفيان امراد وكتير أعجبني أوشي لقماش الموديل اللونين مع بعض تسريحة شعرها مع الميك أب يعني شو كان بيون أسقر النجمات أنه يلبسوا مثل اللي لبسته نجمة فيفيان امراد وبنفس الوقت اتس رويل وفيه توست جديد حبيته أنا كتير حبيته خاصة كيف نسأت الشعر مع الجوليري وقت ما فيه شك هذا الفستان لكن شكه ناعم ما بيخدوش العين ومشكل شي شك سحر بيكون أوفر ومشكل شي سامل بيكون حلو مية بالمية يعني نحنا بدنا نراجع تحية لكل النجمات اللي ضيما منتبعون وضيما النقد بيكون إيجابة للتحسين تخصت حلقتنا العسارية اليوم ولا أقل دائما الأوقات الحلوية بتخلص بسرعة أنا بدأشكرك على كل الإضاءات على كل السورتش اللي بتعملوا باتريك تحب تقول كلمة أخيرة قبل ما نختم بعيد الحب بقول للكل عنجا تحبوا حالكم تتقدروا تحبوا غيركم جربوا قد ما فيكن لأوا نفسكن هويتكن ما تعملوا مثل حدا كل إنسان عنده هوية بينفرد فيها وعنجا من قلبي عم بيطلع هذا الحكاية لأنه ولكن عم بيخدوها بطريقة غلط ما فيها تكون عكل شي حلو منشوفه هؤلاء الأسس البسيطة موجودة فينا الأسس الحلوية موجودة بالشخص ذاته مثلك أنت أداة حلوية وأداة في ناس بس يشوفوك سحر عندك خطك الخاص عندك طريقتك باللبس كل حدا منكم كمان ببرنامج يوم جديد كل واحدة عنده الخط طبعه عم بعطيكم عن جد أنتم ما بتشبهوا بعد أن ديات كل واحد عنده التفرد طبعه وعنده شخصية مميزة طبعه وهيك لازم الأشخاص يكونوا تانكيو يا باتريك مرسي هذه الشهدية من عتاس فيه أهلا وسهلا فيك أزيقان المشاهدين نحن مروح سريعا إلى بريك ونعود لنتابع بيئة فقرات جومنا الجديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر